واصلت قوات النظام خرق اتفاق وقف اطلاق النار في مناطق مختلفة من سوريا أمس السبت كان ضحايا ثلاثة شهداء بريف دمشق وشهدان بحلب وشهيد بدرعة بينما أفادت مصادر إعلامية بأن القصف على وادي بردا توقف مع انتهاء المهلة التي حددتها فصائل الثوار مهددة بالانسحاب من الهدنة وشنت قوات النظام وميليشيا حزب الله هجوما واسعا على منطقة وادي بردا بريف دمشق خلال الأيام الماضية حيث أسقطت الطائرات ثمانية عشر برميلا متفجرا مما أسفر عن سقوط ثلاثة شهداء وتسعة عشر جريحا وفقا للدفاع المدني في المدينة شبكة شام المحلية قالت ان قوات النظام قصفت بلدات مضايا والميدعاني وحزرما في الغوطة الشرقية بريف دمشق كما فجرت أحد الأبنية في حرستا في حين دارت اشتباكات بحي جوبر الدمشقية وأضافت الشبكة أن قوات النظام خرقت الهدنة أيضا في حلب باستهداف قرى كفر كار وبنان الحص والزيارة وكفر داعل وخان العسل وكفر حمرى بقذائف المدفعية ما أدى إلى سقوط شهدين كما شنت طيران غارتين على بلدة حمادي عمر في الريف الشرقي لحمى في إدلب ذكرت مصادر إعلامية أيضا أن محيط جسر الشغور في المحافظة تعرض لقصف صاروخي وأن الميليشيات المؤيدة للنظام حاولت التقدم إلى النقاط بين مدينتي بنش وإدلب كما رصد خرق آخر للهدنة حيث قال ناشطون أن امرأة أصيبت بجروح بليغة في حي الوعر بحمص جراء استهدافها من قبل قناص كما لقي شخص مصرعه بحي المنشية في درعاء بالطريقة نفسها حيث دارت اشتباكات في الحي ليتمكن مقاتل الثوار من سحب جثمان الشهيد ترجمة نانسي قنقر